وظائف الإدارة المدرسية تصنف وظائف الإدارة المدرسية بثلاثة تصنيفات أساسية وهي تصنيف للنشاطات التي تتحقق من ورائها الأهداف التربوية بصورة فعالة من خلال تنسيق وتوجيه الغبرات المدرسية التربوية وفق نماذج محددة إدارية وفنية واجتماعية. الوظائف الإدارية ويقصد بها وظيفة التخطيط والتنظيم والتوقيف والرقابة والتقويم الوظيفة الفنية ويقصد بها العمليات التي يقوم بها مدير المدرسة لتنفيذ المنهج المدرسي من توجيه للمعلمين وما يتصل بتعامل مع طبيعة المتعلم أو التلميذ وخصائص عملية التعليم والتعلم والتدريب المعلمين وعقد الندوات والزيارات الإشرافية والتنسيق مع الجهاز الفني وعقد برامج التقوية الوظيفة الثالثة للمدرسة الوظائف الاجتماعية وهي تتصل بتوثيق العلاقة الاجتماعية داخل المدرسة سواء كان بين الإداريين أو بين الإداريين والمعلمين أو بين المعلمين أنفسهم أو بين المعلمين والتلاميذ أو بين التلاميذ أنفسهم كما تعني توثيق علاقة المدرسة بشكل عام بالمجتمع الذي تخدمه من خلال المشاركة باهتماماته وإشراكه في أعمال المدرسة وكما تقسم وظائف مدير المدرسة بربطها بالمستفيدين هذا تقسيم لوظائف مدير المدرسة بربط ما يقوم به مدير المدرسة وصلت ما يقوم به بالمستفيدين وعلى النحو التالي وظائف متعلقة بالتلميذ مثل القبول والتسجيل وظائف متعلقة بإدارة التربية والتعليم بمعنى تلقي التوجيهات والتعاميم وإرسال التقارير المدرسية لإدارة التربية والتعليم وظائف متعلقة بالمعلمين كالتوقيه والتقويم وظائف متعلقة بالمجتمع والأهالي مثل إدارة مجالس الآباء ومجالس الأمهات في مدارس البنات وظائف متعلقة بالمنهج المدرسي تنفيذ المنهج وإدارة الأنشطة اللاصفية وأخيراً وظائف متعلقة بتوفير الخدمات للعملية التعليمية كتجهيز الفصول وتوفير المعامل والتسهيلات أهمية الإدارة المدرسية تنبع أهمية الإدارة المدرسية من كون الإدارة المدرسية واحد توضح الكيفية التي يتم بها التعليم داخل المدرسة حيث تعمل مع الأفراد ويصاحبها تفكير في الأسلوب الذي يتم به وتتحرك الإدارة من خلاله تسعى إلى تحقيق الأهداف التربوية وفق للمرحلة التعليمية سوى كانت مرحلة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية الأهمية الثالثة أداة لمواجهة مطلبات العصر وإعداد الناشئة لمواجهة المستقبل من خلال حسن اختيار وتقديم البرامج واستغلال الإمكانيات المادية والبشرية كما تعني الإدارة المدرسية بتقويد التعليم وتطويرها بالإضافة إلى الاهتمام بتسيير العملية التعليمية وتحقيق نموها الكمي والكيفي الإدارة المدرسية تستفيد من المفاهيم الإدارية الحديثة لتطوير إدارة التعليم وبما يساعد على اتخاذ قرارات رشيدة بالإضافة إلى الممارسات الإدارية التي منشانها تطوير العملية التعليمية التعلمية والنهوضة بها أهمية الإدارة للمدرسية من حيث أهمية التنظيم المدرسي القايم على المبادئ والنظم والاعتماد على الأسس العلمية والنظم التي توضح وتنظم كيفية إنجاز العمل داخل المؤسسة التعليمية تطوير التعليم ينطلق من تطوير إدارته لتكون قادرة بالفعل على تنمية التعليم الحديث الملائم للعصر الذي نعيشه وتطوير التعليم قوامه تطوير إدارته العوامل المؤثرة في تطوير الإدارة المدرسية توجد عدة عوامل تؤثر في تطور الإدارة المدرسية من ضمن هذه العوامل العامل الأول التأثر بالتطور الحاصل في علم الإدارة بشكل عام العامل الثاني تغيير مفهوم الإدارة التعليمية حيث أصبح المتعلم محور العملية التعليمية وتدور العملية التعليمية حول توفير كل الظروف والإمكانيات التي تساعد على توجيه نموه العقلي والبدني والروحي والتي تعمل على تحسين العملية التعليمية لتحقيق هذا النمو فلم تعد الإدارة المدرسية مقرد تسيير لشؤون المدرسة سيرا روتونيا حذفه مقرد الملاحظة على النظام في المدرسة والتأكد من سير الدراسة وفق القدول الموضوع بل أصبح عمل الإدارة المدرسية الأساسي ووجه نحو تحقيق الأهداف التربوية والاجتماعية إضافة إلى الاجتماع بالنواحي الإدارية وتوجيه العمل الإداري لخدمة هذه العملية الرئيسية العامل الثالث تغيير مفهوم التربية إلى الوظيفة الاجتماعية وتكوين شخصية الفرد فلم تعد المدرسة تهدف إلى نقل التراث الثقافي كما لم تعد التربية وسيلة لإعداد قادة من نظام محدد أو إنتاج موظفين لدووين الحكومة وإنما أصبحت وظيفة التربية وظيفة اجتماعية تهدف إلى تكوين شخصية الفرد حيث أنها عملية تلازم الفرد طوال حياتي والتسعى مفهومها لتصبح بعدا من أبعاد الحياة نفسها العامل الرابع التأثر بمفهوم نظام المدرسة المفتوح حيث أصبحت المدرسة مطالبة بالانفتاح على المجتمع الذي توجد فيه حيث يصبح التأثير متبادل ولهذا عنية المدرسة في السنوات الأخيرة بدراسة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاتي وتحقيق أهدافي فالمدرسة لا تستطيع أدى وظيفة وهي بعيدة عن مشكلات وأماني وأهداف المجتمع الذي توجد فيه العامل الخامس واتصل بالتقدم في البحوث النفسي والتربوية حيث أدى تطور وتزايد المعرفة عن سيكولوجية الطفولة والمراهقة وسيكولوجية المتعلم بشكل عام إلى تطور عملية التعليم والتعلم وظهور الكثير من النظريات التي تفسر تلك العملية ونعكس ذلك على مفهوم الإدارة المدرسية وأصبح هناك المزيد من الاهتمام بالقيادات التربوية وبالإدارة المدرسية التي تشرف وتسير العملية التعليمية في المدرسة والعامل الأخير يتصل بالتأثر بزيادة الوعي بأهمية الإدارة بشكل عام إن تزايد القناعات بأن نجاح أي مؤسسة في تحقيق أهدافها يعتمد على إدارتها أدى إلى إطاء أهمية أكبر للدور الذي تؤديه المدرسة في نجاح العملية التعليمية والذي أنعكس على استخدام النظريات والنماذج في دراسة الإدارة المدرسية وتفسير الضواهر الإدارية المختلفة